بدأت تشكل طائرات المسيرة التابعة لقوات الحكومة السورية قلقاً كبيراً ومصدر خوفاً للمدنيين في شمال غربي البلاد بعد استهدافاتها المتكررة لأهداف مدنية بأرياف حما وحلب وإدلب ما يسفر غالباً عن وقوع ضحايا مدنيين المرصد السوري لحقوق الإنسان أفد بإصابة طفلين ووالدهما جراء استهدافهما بطائرة مسيرة للفصائل التابعة لإيران في محيط قرية القرقور بسهل الغاب غربي حما كما استهدافت طائرة مسيرة أخرى تابعة لقوات الحكومة سيارة مدنية في محيط قرية قسطون بريف حما الغربي مما أدى إلى إعطابها دون ورود أنباء عن إصابات مؤكدة وفي السياق استهدافت طائرة تابعة لقوات الحكومة السورية دراجة نارية قرب قرية فريكا في منطقة جسر الشغور بريف إدلب مما أدى لتدميرها على صعيد متصل شهد محور بسرتون بريف حلب الغربي قصفا صاروخيا متبادلا بين قوات الحكومة السورية وهيئة تحرير الشام الإرهابية ذراع السوري للتنظيم القاعدة ما أسفر عن إصابة عنصرين من الهيئة الإرهابية ويأتي ذلك بعد يوم من إصابة ثلاثة مدنيين بجروح بليغة جراء قصف صاروخيا نفذته قوات الحكومة السورية استدف سيارة مدنية قرب نقطة عسكرية تابعة للاحتلال التركي في قرية إدقاد بريف حلب الغربي وتشهد مناطق شمال وغرب سوريا استهدافات وقصفا متبادلا بين هيئة تحرير الشام الإرهابية والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي من جهة وقوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة أخرى ما يتسبب بوقوع قتلى وجرح من الطرفين بالإضافة إلى ضحايا مدنيين